السلام عليكم خافتين ان شاء الله تكونوا ملاح اليوم نجاوبوا على واحدة الفكرة يعني مهمة بزاف لانه راني نشوف بعض النقاش يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الشارع ولا خاصة نشوفها يعني في التعليقات عندي في القناة نفهم باللي كان اختلاف كبير في وجهات الناظر يعني بين الجزائريين في واحد النقطة كيكون كان مشاكل اقتصادية ولا اجتماعية ولا السياسية كان الناس يشوف باللي المسؤولية تعدل وحدها يقول لك هذه الدولة ما تسواجوا فيها والمسؤولين فيهم وفيهم وكان طرف واحد اخر كبير خاصة يعني يظهر له ربما غير مؤخرا كل مشاكل الاقتصادية ولا السياسية خاصة المشاكل الاقتصادية يرجحها غير للمواطنين وللشعب مثلا وللتجار يقول لكم ما رامي ديروا هذه الآزامات وما مشهم ثقفين وعليه نجاوبوا على هذا التساؤل هاد المشاكل الاقتصادية خاصة اللي راني نشوفو فيها في حياتنا ولا بعض الاخفاقات ولا بعض الاصلاحات اللي حابت ديرها مثلا السلطة وما كانش ناجحة ولا ممشتش بالواتير اللازيما شكو اللي يتحمل مسؤولية فيها اسكو الشعب هو يتحمل مسؤولية ولا مثلا من ذاك التجار ولا السلطة ولا يعني مسؤولية مشتاركة صحة بعد هاد المقدمة نعود ونرجع لتساؤلتانا كي يكون كان مشكل اقتصادي ولا مثلا بعض الاصلاحات ما تمشيش شكو اللي اللومة اسكو اللي يتحمل المسؤولية هو الشعب ولا السلطة أنا نقول لكم باللي المسؤولية مشتاركة نسبة تسال فيها السلطة ونسبة يسال فيها الشعب ولكن مش مراهيش نسب متساوية مشي السلطة تسال 50% والشعب يسال 50% لا لا دايما ولا في اغلب الاوقات السلطة تتحمل هي المسؤولية الاكبر قلها ربما 70% تتحملها السلطة و30% يتحملها الشعب وهذه النسبة تختلف من قيطاع الى اخر من مسؤولية الى اخرى مع مرور الزمن يعني تختلف ذلك نعطيكم بعض الافكار ولا نعطيكم بعض النقاط يعني تفهموها مليح مثلا انت عندك وزير يجي يحكم في الالفين وتسعطاش الالفين وتسعطاش وش كانت تتمييز انه كان كاين مثلا فترات حكم بتاع رئيس وعشرين سنة كانت تتمييز بالفاساد والعباثية المؤسستات الدولة ما كاش يعني كان كاين تسيوب كانوا كاين بزاف مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية وخاصة فاساد انتك يجي يحكم مثلا وزير في الالفين وتسعطاش يحب يدير اصلاحات ولا تكون كاين مشاكل في القطاع انتاعه نقدر نحمله عشرين بالمية ولا ثلاثين بالمية مسئولية والاخرين نقدر نحملها المصادر خارجية قال التجار ولا المستطميرين ولا احتى الشعب لانه خلاص والفوا بالفاساد هذاك ولكن بمجرد انه يحكم ستشهور مثلا تقدر المسئولية انتاعه تطلع حتى للخمسين بالمية ومثلا التعرف الاخر مصادر اخرى قال تجار مستطميرين يساله خمسين بالمية لماذا تطلعت النسبة انتاعه لانه استشهور من المفروض يحط الارجل لتاعه يحطي يفهم القيطة هذا طينا له قوانين طينا له صالحيات طينا له اموال ميزانية كبيرة الشعب يقدر يكون معاه لانه هذا انسان صالح وعليه من المفروض يبدأ يغير كل ما يفوت الوقت زي تطلع المسئولية انتاعه ونفترضو الوزير هذا تعين في الالفين وثنين وعشرين المسئولية انتاعه تقدر توصل حتى لثمانين بالمية علاش لانه مدة ثلث سنوات راي مدة كافية باش يفهم القيطة اكثر باش يدير شابكة علاقات انتاعه اكثر باش يحط الرجال انتاعوا الناس اللي يعرفهم ويثيق فيهم والناس انضاف وناس عندهم كافاء وناس عندهم مسئولية يحطهم في مراكز القرار في نفس الوقت الناس الفسديين والناس اللي ما يخدموش الناس الفنيانين الناس اللي رام يعرق�enez في الاصلاحات انتاعه مين المفروضة راه يعرفهم يا ام يبدلهم يا ام الفسدي يعني يقدر يقدر يقدمهم العدالة ولا وعليه المسئولية انتاعه كل يوم تطلع كي توصل خمسة ولا ست سنوات والوزير في هذا القيطة المسؤولية تبدأ دي من تزيد حتى تقدر توصل لـ 100% كما لاحظ هذا النسب تقريبية ولكن الفكرة صحيحة يجب توصلك بهذه الطريقة وهذا النسب تقريبية 100% والـ 80% فيها بزاف متغيرات تأثر فيها نعطيكم مثال سعر البترول يقدر يؤثر على المسؤولية على الحكومة أو على الوزير هذا أو على السلطة نفترض أن يكون عندك وزير يقدر يلقى مشكل اقتصادي إذا كان البترول سوما تقريبية 45 دولار للبرميل تقدر المسؤولية نتاعه تهبط 40% أو 50% أو 70% إذا كان البترول 100 دولار المسؤولية نتاعه راح تطلع 100% تقول لي وش دخل السيارة تاعة البترول مثلا في المسؤولية تاعة وزير مثلا قال أمام إصلاحات ولا كاش مشاكل اقتصادي يتأثر لأنه نفترضون تاعة وزير راك حاب تدير إصلاحات قال في مجال عفون تاعة التجارة ولا مثلا راك حاب تنظم المجال تاعة الاستيراد والتصدير ولا مثلا قال مجال تاعة الصناعة ولا أي مجال من المجالات إذا كان نتارك في الجزائر نحبه لنكرهه كما نعرفه بالإسياق تاعة البترول هو اللي يتحكم في الوضع تاعة البلاد والسياسة الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار والنوعين ما أنت إذا راو البترول هابط نفترضو صلى الـ 45 إلى الـ 50 ولا تسمى السلطة والوزير هذا النوعا ما يكون في حالة ضعف يكون في مرحلة ضعف يكون الدراهم ميكياش يكون كاين تاقشوف يكون كاين احتجاجات النسم الضمري النوعا ما وعليه هو كان يحب يزيدي جي يطبق إصلاحات عميقة ويزير مثلا على المستثميرين وعلى المستوريدين يقدروا يتفهموا ويديروا لك مشاكل في البلاد وعليها نسمى صالحية تتاعه راح تكون تنقص التأثير تتاعه راح يكون ينقص تكون عنده ضغوط بزاف ضغوط من كل جهة ضغوط من عند الشعب من عند الجبهة الاجتماعية تسمى ما يقدرش يخرب بزاف مثلا في المستثميرين لو كان البترول يكون 100 ولا 120 ولا 90 ولا 95 الوزير راح يخدم بأرياحية نجي يانا ندير إصلاحات في أي مجال نحب في الصناعة في الصيد البحري في الفلاحة يجي أي واحد مستثمر ولا يجي واحد مستوريد ذي يروحو شيكور ولا عنده علاقات مع الخارج ولانا ما يخلعنيش الدراهم كاين والجبهة الاجتماعية نوعا ما تكون لا بس لا ربما قال زيادة في أوجور ولا عرب كاين نوعا ما سياسة والسوعية الناس تكون نوعا ما مرتاحة حتى تكون كاين مشاكل اجتماعية مثلا يقدروا يواجهوها ولا هذوك المستثميرين ولا هذوك المستوريدين ولا حتى هذوك التجار يحبوا كما يقولوا يديروا لك شونطاج ويحبوا يقاوموا هذه القرارات انتعاك تارك في أرياحية نوعا ما من الجهة المادية وتقدر تقاوم حتى ويديروك مشكلة في السوق تقدر تلجأ مثلا إلى استيراد هذه المادة ولا ستة شهر ولا عام حتى تلقى البادل وعليه كل حاجات تلعب دور الاستقرار السياسي الأموال كان بزاف متغيرات المتغيرات التمانية يعني كل واحد فيكم يعني تجهد ركا في رأسه وعليه يعني باش نديروا خلاصة الكام الكلام هذا اللي هذرناه مقبل فيزوس طرولا شكول اللي يتحمل المسئولية المسئولية مشتركة بين الشعب وبين السلطة ولكن دائم من السلطة لأنه عندها صالحيات وعندها قوانين وعندها ميزانية وتسمى السلطة التنفيذية عندها مسئولية أكثر كي بزاف متغيرات يعني راح تلعب دور في هذا النسب يقدر يجي واحد هنا يطرح لي تساؤل يقول لي ولكن راني نشوفه في الواقع بلي الكلام التاعك مرهوش صحيح علاش لأنه شفنا بلي السلطة في بعض الأحيان تتاخذ قرارات ودير قوانين في صالح مثلا المواطن والتجار ولا الشعب هو بواسطة مثلا اللفنتعه ولا كان المضاربة ولا كان الاحتكار ولا كان بعض الممارسات يعني اللي راني نعرفوها شفناها مؤخرا هما اللي راهم يخسروا هذه الإصلاحات أنا نقول لك حقيقة كان بزاف قرارات وكان بزاف إصلاحات كانت بالك في صالح الشعب وما بعد تخسرت بواسطة التجار ولا بواسطة من ذلك الشعب بنفسه تقول بالك لا ربما كانت كينا له فهو لا ولكن تساؤل المليح تلي لا ربما مطرحتوش على روحك أسكو هذا القانون وهذا القرار وهذا التدخل كان بالطريقة الصحيحة وبالكلفية الصحيحة وفي الوقت المناسب هذا هو اللي لازم تعرفها الناس يلزم تفهم واحد الحاجة وهذه نوعا ما معروفة في الاقتصاد باش تقوم بإصلاح ما راهيش ما هيش بمجرد تدير قانون برك قانون أجوة فهكذا يحلك مشكل لا لا يلزم القانون هذاك يكون مطابق ولا يكون على حساب العقلية والنفسية على الشعب منتاعك والشعب منتاعك انت هو الواحد اللي تعرفه نعطيكم دليل كان بزاف بلدان راحوا جابوه نموذج اصلاح تاع بلاد وحد اخرى ما ينسقلش ما يجيش معاهم مثلا نموذج الألماني كي دار نهضا كان بزاف بلدان راحوا جابوه وحبوا يطبقوه خاصة البلدان الاسيوية ما نجحش عندهم كان بعض البلدان مثلا حبوا يجابوه نموذج الياباني ويطبقوه في بلادهم ما يصلاحش احنا في الجزائر حبينا نطبقوه بزاف نماذج جبنا نماذج من جبنا بزاف بلدان اوروبية بلدان اسيوية درنا شاركات مع امريكا مع اوروبا مع الصين مع الروس اروحوا هنا يوعونونا ويديروا مشاورات روح اروحوا ولكن مقدرناش نديروا الخلطة باش تقولوا يعني في الجزائر جامسية وكاش برنامج تاع اصلاح وكذا سينا العشرات وكانت اوقات وين نية كانت صادقة ولكن منجحش هذك البرنامج علاش لانه جامع متفق بلي هذك البرنامج باش يكون مليح ويصلح في بلادك يزم يكون جاي من عنده ولد بلاد ولا ناس يفهمك مليح هذي يعني معروفة خبراء واخصائيين يكون جزائريين ولا حتى على الاقل ميكونوا جزائريين يكونوا يفهموا العقلية الجزائرية مليح هذي هي الفكرة وعليه انتا يكي تاخذ قرار من ذاك ربما القرار عكذا كي تقراها على الورق من المفروض يكون مليح وانتا يبقى لك مليح وكي ما يمشيش في الواقع تقول ربما التجار والشعب ومالي ما عارفوش تبقوه ولكن تباش تدير قرار هذا الشعب ما راهوش مثلا تلاقيت به صدفة ما جابوش واحد فرنسي يفهم مثلا الفرنسيين كيفاش يفكروا ولا واحد امريكي يفهم الامريكيين كيف يفكروا كي تجي يطبق لك هذا الاصلاح ما يتوقعش رد الفعل مثلا انت على الجزائريين وعليه راح يفشلوا هذا القارار لا لانتارك جزائري وتعرف العقلية الجزائرية وتعرف سلوك المستهلك الجزائري كي تحب تدير قانون ولا تحب تدير قارار ولا تحب تدير تدخل إذا بيكون بالطريقة الملائمة في الوقت المناسب وإلى هذا القارار راح يفشل وعليه انا كي نشوف بعض القارارات اللي حقيقة من ذاك اقتصادية وكي تقراها تشوفها مليحة ولكن لا ربما تدير تطبقها على المجتمع الاوروبي تفيد وعلى المجتمع الامريكي تفيد كي نطبقها هنا يا ما تفيدش وراح تكون عندها من ذاك ناتا ايج سلبية انا مرحش من اللوم التجار نحمله مسئولية مرحش اللوم الشعب نحمله مسئولية ولكن نحمل مسئولية اكبر الى السلطة تقدر يبقى لك الكلمة هذا ما هوش منطقي ولكن احنا ما لازمش نامنو باللي انا نقدر نحكم اربعين ولا خمسين مليون مثال واحد ونقول لهم انتو ما يلزم كامل تتعدلوا باش تعدل البلاد لا لا يعني كينا حاجة تسمى ولكن حاجة معروفة يقولك يخذوا بالسلطان ما لا يخذوا بالقرآن الناس لو كان يجيب لهم الدين وتفهمهم وروح ورواح وحلال وحرام ميتستفوج بساح كي تقوم بعض القوانين من ذاك تكون ردعية ومن ذاك بعض القوانين تكون يعني اقتصادية وكذا الناس راح تدخل في الصفو عادي والشعب الجزائري باش تكونوا حارفين لو كان نقارنوه ببعض الشعوب وببعض البلدان خاصة يعني كي كانت متخلفة احنا رانا هاربين عليهم الشعب الجزائري نوعا ما مربي ماشي كما يصوروه البعض لا لا ما راناش ناكلوا في بعض انا ولا لانه كان بعض الناس يحب يقولك لا لا انا نشوفها في التعليقات الشعب هذا والله ميت رباء والشعب هذا والله ما يفهم والشعب هذا والله ما يتقدم وحنا يلزم نتعلمه كامل يعني باش باش تتريق البلد هذا مكاش منها ونعطيكم امثيل ابرك يعني كانت تروح تشوف بلاد كيمال برازيل يعني كانت بلاد متخلفة وكانت فيها المخدرات ووحد الله ما فيها وكانوا فيها وحد المشاكل وبعد جاء رئيس يعني داسيلفا حكم ودثهم سنوات عهدتين مور بعضهم ذركها وعب الدرجع البلاد انتقلت نقلة نوعية يعني كانت متخلف ووصلت تحتها يعني الجيفا والاقتصاد تحتها رون بين احسن الاقتصادية في العالم تراجع يعني بعد اللي راح هذا داسيلفا ولكن ما زال لا بس بها كان بعض البلدان في امريكا اللاتينية كانوا ميصلحوش كان بعض البلدان الاسيوية كانوا ميصلحوش بمجرد انه مثلا قاموا باصلاحات اصلاحات على كل مستويات قال نقص شوية الفاساد اصلاحة ضاربية جيب استثمار اجنب مباجر عفون الناس كيبدا يتحسن الوضع المالي انتحى راح تشوف ثقافة تبدأ تنتاشر وتولي تقول هذا الشاب يعني لا بس بها هذا ما كان تروح الشعب الهندي مثلا ناسكو تحتقدوا بلي الشعب الهندي مثلا مربي وفاهم وامثقف لا لا راح شوف الماكلة انتاحهم مات صلاح الفاساد من اكبر البلدان اللي فيها الفاساد الدين ما فيهاش الحرية ماكاش يعني ما راهمش ناس امثقفين راحوا شوفوا جرائم تاع الاختصاب عندهم واحد التالوث واحد الصوالح يعني كل هم كينت ما في الصين عفون في الهند هذا نتيجة الفقر ولكن مؤخرا هذا ال 15 سنة الاخرة وراموا رشح باش الاقتصاد يقولي ثالث اقتصاد في العالم احلاش ركزوا على البحث العلمي وولادة عندهم نخبة وراموا عندهم استقرار سياسي وعندهم بزاف صوالح ملاح مثلا الشعب الامريكي كان بعض الولايات لو كانت تروح تري سيتي في الليل يخرجوا الناس شعب كامل يسرقها شعب مقلاقة اكبر بلاد فيها فيها سوجانة في العالم زوجملين ونص ساجين بلاد يعني هاجينة ما تقدرش تفهم مشكونهم يعني نصهم لاتينيين ونصهم سود ونصهم اوروبيين ونصهم عرب ويعني عندهم مشاكل ما كاش انسي جامعة كده كان ثانية مشاكل اجتماعية المخدرات نستيري بسلاح جرائم اختصاب كان كلش الهمتها الدنيا كامل ثم ولكن السلطة حضرة والقوانين كانة والجامعات كانة والاطارات كانة والاقتصاد الكلين والدراهم كلشها ك أيناة والثقافة كيناة والفن قاين وعليه الفرق بين الفرق بين rocين الفرق بين الدول الاوروبية المتطورة والتى الاسياوية وبين الدول الفاقيرة czasانو الشعب المرابر وفهم الشعب ممرابر الفرق بين الدول المتطورة عندهم النخبة هي اللي تحكم هذيك الطابقة القليلة اللي تبلك مثقفة وفاهمة وعندها في الرأس هذيك هي اللي تحكم والغوغة تجي ملتحت تطبق برك يطبقوا عليها القوانين في الجزائر ولا الدول المتخلفة لأسف شديد مش شي دايما اللي يمثقف ويحكم لا لا تقدر تروح تشوفي بلدية من بلدية الوطن يعني تلقى مير حاكم بلدية هو مير ما يكتبش حقيقة ما يكتبش تشوف بعض المثال بعض المؤسسات تلقى المدير انتحى ولا المسؤول مثلا لو كانت تروح تحوس على الإطارات يعني اللي هاربين عليه في المستوى لا ربما تلقى عشرين ولا خمسة وعشرين واحد ولكن هو باقي خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة في هذاك المنصب هذي هي النتائج يعني في الجزائر ولا الدول العربية بصفة عامة انه مش يعني ان النخبة هي اللي تحكم هذا هو الفرق هذا ما كان تقول ان شاء الله النخبة تولي هي اللي تحكم راح تولي تشوف بلد تمشي بطريقة وعنده اخرى وتقول اه نورمال الشعب الجزائري كما كان من الشعوب الاخرى حقيقة من ننكروش هذا الشيء من ننكروش يعني هذي كلام هذي ملاحظة نختمو بها من ننكروش انه عنا تراجع كبير في الاخلاق مؤخرا اه كان بزاف مشاكل اجتماعية كان بزاف يعني اه مقاومة للتغيير كان بعض الممارسات للتجار الجزائري مثلا ما تلقاش في الدول الاوروبية كان بعض الممارسات للشعب الجزائري الشعب العامة كامل احنا كجزائريين السلوك الاقتصاد انتعنا ما تلقاش في الدول الاوروبية ونزيد من ذلك نعمق الازامات ولكن هذي هذي هي نتيجة مراهيش هي سابق لانه والفنا ما كاش ثيقة والفنا بعض الممارسات ومشاكل اجتماعية والذيق وهذا الغلاو والفاقر وهذا السوالح يجيب لك والمخدرات يجيب لك بزاف انعكاسات وبزاف نتائج ولكن بمجرد لو كان تولي كينا ثيقة ويولي كينا اقتصاد وتولي كينا الخدمة وتولي كينا رافعية ويولي كينا تعليم مليح وجامعات مليحة ومدارس مليحة مدة خمس سنوات ببرك حتى تقول سبحان الله الشعب هذا مشي هو اللي كنت نعرفه حتى المسؤولين حتى يعني المسيرين الادارة كامل يعني تتبدل باش تكونوا عارفين باي بلاد اي بلاد في العالم كيتنحي الفساد تتريقل احنا كيروح الفساد من الجزائر يختافي الفساد تشوف البلاد هذي تسير عشرة كيكون كالراجل المناسب في المكان المناسب راح تتبدل البلاد هذي هيا يعني بكل بصر هذه هي الخلاصة على الفيديو هذا وكيما قلتنا عودها هذا مجرد رأي انتاعي كل واحد يعني فيكم عنده القناعات تنتاعوا وعنده الاحتقادات تنتاعوا في التعليقات تعطونا وشيار ارأي انتاعكم الانتقادات الاضافات اللي معه اللي ضد كالعادة بكل احترام لانه من ذاك يعني حقيقة نلاحظ بعض الاشخاص خاصة في التعليقات من ذاك يعلق واحد وتلقى بعض الاشخاص يرجعوا له بطريقة كهين من ذاك تكون مهينة ولا تكون فيها بعض الكلام يعني خارج على الموضوع وعلي هذوك راح نولي نحاول نسيبريمهم يعني كنشوفهم وكل عادة مع الاخر اشتركوا في القناة فعلوا الجرس بش يوصلكم جديد جامكم سلام عليكم